بريكس بريكس لحد قبل الانضمام الأخير يعني قبل مصر بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على خمس دول هي البرازيل روسيا الهند والصين دول كانوا الأول أربع دول وكان مصطلح الحقيقة قاله جيم أونيل الخبير الاقتصادي والخبير المالي المعروف الكلام ده كان في 2001 لما كان في حديث حول أنه يتعمل تجمع اقتصادي ما بين الدول دي وشراكات اقتصادية وما إلى ذلك ولا أظن أنه كان الرجل يتصور أو يجول في حلمه حتى أنه في وقت من الأوقات هيبقى هذا الحجم الاقتصادي المهول بعد كده انضمت سنة 2010 انضمت ساوث أفريكا أو جنوب إفريقيا فأصبحت بريكس فأنت بتتكلم على حلم 2001 وبعدين اجتماعات وزراء خارجية سنة 2006 وبعدين اجتماعات على مستوى الرؤساء اجتماعات قمة سنة 2009 عشرة انضمت جنوب إفريقيا طب إيه هي بريكس إيه السؤال أو بالأدق عايزين إيه البعض ظن أنه ده ممكن يبقى نواق أو بزرق لوجود تحالف عسكري ضخم لكن انا هقولك بمنتهى البساطة انه الخمس دول الأعضاء الرئيسية ده بقى بخلاف الأعضاء الجدد اللي تبقى عضويتهم فاعلة بإذن الله من يناير اللي منها مصر المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين كده أصبحت بريكس حاجات كتير بقينا عشر دول أعضاء عضوية كاملة في هذا التجمع الاقتصادي المؤول بس الخمسة الأولانيين دول بالمناسبة لوحدهم خمسة قدام الجي سفن أو الجريت سفن السبع الكبار في العالم اقتصادي الخمسة دول حجم اقتصادياتهم قد السبعة دول ده تقريبا تلاتين ونص وده تقريبا تلاتين ونص من الناتج القوم الإجمالي بتاع العالم بتاع الكرة الأرضية بتاع هذا الكوكب خمسة قدام سبعة دي أول حاجة حطها كده على جنب طيب تعال نشوف تاني لما تيجي تبص على أنه دول البريكس وخصوصا بعد انضمام الخمس دول الجديدة أصبحت عندها قد ايه عندها تقريبا تلاتة واربعين في المية من النفط بتاع العالم دول العشرة بتوع البريكس أنا ما بكلمكش على بنك التنمية الجديد ولا صندوق التحوط وأبقى أحكي لك عليهم الله وعندهم أكتر من تلاتين في المية أظن ولا خمسة وتلاتين في المية من إنتاج الغاز العالمي برضو فأنت هنا بتتكلم على تكتل الاقتصادي مهول فيما يتعلق بالطاقة طيب ده شيء رائع جدا طيب ما تيجي تشوف الخمسة دول خد بالك أنا بقولولك ده ما لوش أي علاقة بأنه فيه احتمالية في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد أنا معرفش إيه اللي هتجيبه الأيام لوجود تحالف عسكري ضخم يقف مثلا فيه وقت من الأوقات أمام الناتو بس الجيوش بتاعت الدول مما لا شك فيه كلما زادت قوة جيش الدولة ولا أنت كنت مش راح لك في وقت من الأوقات أظن الأسبوع اللي فاتوا للأسبوع اللي قابلوا ده بيدي للدولة قوة ومرونة أوسع في العمل السياسي ويحمي اقتصادياتها فأنت بتتكلم على أنه الخمسة بتوع البريكس مش بقولك العشرة الخمسة بتوع البريكس قدراتهم العسكرية مخيفة بتتكلم على روسيا بتتكلم على الصين بتتكلم على الهند بتتكلم على البرازيل وبتتكلم على جنوب إفريقيا فما بالك بالخمسة الجدد اللي منهم على سبيل المثال للحصر مصر وإيران والسعودية الله 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 والأرجنتين وحنا نتكلم على ستة جدد كمان مش خمسة فحنا نتكلم على حجم عسكري ضخم جدا لمجموعة البريكس الحداشة دولة دول حجم عسكري جدا يؤمن يؤمن اقتصاديات هذه الدول يعني يخلي اي حد يفكر كويس قوي وكتير جدا قبل ما يفكر يهوى بناحية البريكس مش متكلم على حروب فكرة محاولات انه يتعمل عقوبات اقتصادية على الدول الى اخير طيب وعلى ذكر عقوبات اقتصادية وانت متصور البريكس معمولة لي البريكس بمنطقة البساطة هي معمولة علشان خاطر ما يبقاش في حاجة اسمها عقوبة اقتصادية مبنية على انه الدولار يعاقب العالم ادي كل المسألة مش معمولة كحالة هجومية او عدائية طيب بنك التنمية الجديد وصندوق التحوط هم المكافئة او الذي يرى نفسه في المستقبل مستقبل ما قريب متوسط بعيد هو المكافئ للتكتل الغربي اللي هو البنك الدولي صندوق النقد الدولي ونادي باريس فانت يبقى فيه عندك حاجة اسمها بنك التنمية ويبقى فيه عندك حاجة صندوق التحوط ده من الاخر كده زي صندوق مخاطر انه لو حصل اي شيء هزات اقتصادية كبرى في العالم صندوق التحوط يقدر يشتغل على حماية الدول الاعضاء من هذه الهزات الاقتصادية طيب المعروف جدا انه بريكس هادفة الى ايه الى انه التجارة البينية ما بين الدول الاعضاء تتم بالعملات الوطنية لهذه الدول فيبقى مصر وروسيا روبل قدام جنيه مصر والصين ين قدام جنيه مصر والسعودية ريال قدام جنيه السعودية والصين انا قلت ين يوان انا اسف يوان قدام ريال قدام الدرهم الاماراتي الاخ 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 هنا ايه اللي يجرى اللي يجرى انه حجم الاعتمادية على الدولار لهذه الدول الاعضاء يبدأ يقل طيب ولما حجم الاعتمادية على الدولار يقل إيه اللي يحصل؟ الطلب عالي في هذه الدول يقل وبالتالي إيه اللي هيجرى؟ أنت بتخفف من حجم الأعباء الاقتصادية على الدول الأعضاء جوه تكتل تجمع مجموعة البريكس طيب ما تيجي نشوف هل ده حصل أصلاً ولا لا أقولك أيها طبعاً الخمس دول الأساسية أو الأولى لو صح التعبير مش أسميها الأساسية وهقولك ليه مش أسميها الأساسية الخمس دول الأولى دول اللي هما مجموعة البريكس دول من 2019 لحد 2022 نجحوا في إيه؟ أقولك حجم التعاملات الدولارية حول العالم أو حجم التعاملات المالية حول العالم كانت 66% ده سنة 2019 66% منها بالدولار الأمريكي طيب وحتى نهاية 2022 بقى 58% يعني نزلت تقريباً 6% في 3 سنوات يعني إيه اللي حصل؟ يعني السنة تقريباً بالبلد كده وقفت علينا بـ 2% خفض في حجم التعامل بالدولار حول العالم طيب ولما يبقى 11 دولة ولما يبقى فيهم عملقة إنتاج نفط طيب ولو تم فك الارتباط ما بين الدولار والنفط يعني كلمة البترو دولار اتفكت إيه اللي يحصل؟ طيب ولو اتفك الارتباط ما بين الدولار والعقوبات الاقتصادية والهيمنات الاقتصادية على الدول العالم إيه اللي يحصل؟ طيب بلاش كل ده؟ ولما تلاقي إن الدول أصبحت طول الوقت زمان كانت طول الوقت طول الوقت مضطرة تسمعي الكلام بعض الدول زي حالتنا خدنا قرار إحنا هنسمعي الكلام اللي فيه مصلحتنا مش هنسمعي الكلام اللي بيدرنا وإحنا كان عندنا العوامل التي تسمح لنا بذلك فاستطعنا الحمد لله ده في عهد فخامة الرئيس عم الفتاح السيسي إيه اللي أنا عايز أقوله لك؟ إنه مش بس فكرة المنافع الاقتصادية المباشرة من وراء التجارة البينية بالعملة المحلية لأ ده فيه ما هو أبعد من ذلك أنت بتتكلم على زيادة حجم السياح ده بما لا شك فيه زيادة حجم التبادل التجاري اللي ما بين الدول لأنه أصبحت الدول مش مضطرة تتعامل مع بعض بالدولار بتتعامل مع بعض بالعملات المحلية أو الوطنية بتاعتها ممكن بعد عشر سنيني بقى فيه عملة موحدة وممكن لا مش دي القصة وبالمناسبة مش ده المهم وما تستمعش لبعض العبيطة البلاء اللي هي جزء كبير جدا منها واقع تحت سيطرة أنه هو كبر ونشأ وتربى ودرسى وحشي عقله ووجدانه وضميره الاقتصادي بأنه لاغنى عن النموذج الغربي ما بين قصين لاغنى عن الدولار مش حاجة اسمها كده لأنه بمنتهى البساطة هي القصة مش أنها حرب على الدولار هي القصة أنه فلنبتعد عن سلبيات طول الوقت استخدام الدولار كأداة ضغط وهيبقى لي في ده كلام